بيبدأ الفيلم مع شخص بيصرح للصحافة ان مستقبل اليابان هيتم انقاذه عن طريق الروبوتات وان العالم مليان بالحروب النووية والاسلحة وعلشان كده اطلقنا مشروع الروبوتات وبيظهر الدكتور كومانجي اللي بيكون مسؤول عن مشروع الروبوتات وبيوضح ان المشروع هدفه حماية البشرية وتكملة الضعف اللي بيكون في الجسد البشري وبنشوف اتنين من الروبوتات بيهاجموا بعض وبيكون في المركز مجموعة من المحللين وبيحللوا نقاط الضعف والقوة عند كل الروبوت منهم وبيكون الدكتور نازاجي منبهر ان الروبوت اللي اسمه جيرو بيظهر مشاعر وعاطفة من العين ولما بيوصل كومانجي اللي بيكتشف ان نازاجي استغل انه مش موجود واخبره عن قدرة الروبوتين على القتال سواء كان جيرو او ماري اللي كانت متفوقة وده لانها متطورة في الناحية القتالية لكن جيرو طوروا الدكتور كومانجي مش لغرض القتال لكن علشان يساعد الناس وبينزل الدكتور نازاجي تحت للروبوتين وبيكون فخور بماري اللي هو مطورها بنفسه لكن كومانجي قاله انه مجرد آلة وكمان مش كاملة انما جيرو روبوت عنده مشاعر ومش مهمته القتال وبيعد الوقت وبنعرف ان الدكتور كومانجي مات ومر عليه سنة وانه ساب وراه بنت كبيرة اسمها متسو وطفل اسمه ماسارو وكان في صحفي دايما بيتتبع متسو علشان عايز يعرف معلومات عن ابوها والمشروع اللي كان بيعمله وهل الشركة هتكمل الابحاث بتاعته ولا لا لكن متسو كانت بترفضه وبتقوله دايما انها ما عندهاش اي معلومات وقلها له وزعاقت فيه وقالت له انه ما يكلمهاش تاني ومتسو بتركب المترو وبتقعد تفكر هل هيجي فارس احلامها في يوم من الايام وياخدها على الحصان الابيض زي ما بيقوله ولا زمن الفرسان ده راح خلاص وبتقول كمان انها اكيد بتحلم لان كل الناس اختاروا انهم يعيشوا حياتهم الوقاعية قدام الموبايلات بتاعتهم ولما بتوصل البيت بتاعها وتقعد تحضر الاكل المسار واخوها اللي بيسيبها ويدخل قطه وبيرن الجرس وبتكتشف ميتسو انه الصحفي تاني وبيطلب منها انه يسألها شوية اسئلة وهتكون اخر مرة لكنه بيتفاجئ ان فيه مجموعة من الناس مسلحة واقتحموا القوضة بتاعت اخوها وخطفوه ولما بتروح لهم علشان تحاول تنقذ اخوها مش بتقدر وبيخطفوها معاه وبيسحبوهم على السطح وبتكون فيه مجموعة تانية مسلحين منتظرينهم وبيوجهوا ناحيتها الاسلحة لكن بيظهر شخص وراهم وبيكون ده الروبوت جيرو وبيهجم عليهم ويدربهم كلهم وبيحاول يحمي ميتسو واخوها والمسلحين بيضربوه بالنار وبتتغير هدومه وبيظهر الشكل الاساسي بتاعه وهو انه قاله وبيروح يضربهم تاني ومش بيتأثر بالاسلحة بتاعتهم فبيقولهم انه مش هستمر في القتال معاهم وبيهربوا المسلحين وبتخاف ميتسو من جيرو لانه قاله وبتظهر طيارة فوقهم وبتنزل قاله كبيرة جدا على شكل عقرب وبتقعد تهاجمهم وتهاجم جيرو لكنه بيقدر يتغلب عليها وبيدمرها وبيرميها من فوق السطح لكن بالرغم اللي عمله ده كله بتفضل ميتسو خايفة وقلقنة منه وبتخلي اخوها يبعد عنه وبيظهر الصحة في مرة تانية وبيحاول انه يمشيهم من المكان ده لانه خطر وبيلاقي جزء من الالة اللي دمرها جيرو وبياخدها معاه وبيبان في التحليل في المركز ان العمل كده هو جيرو اللي طوره كومانجي قبل ما يموت وبيبلغهم وزير الدفاع انهم لازم يخلصوا تطوير الابحاث بتاعته دكتور كومانجي ده غير ان لازم يكون ابن كومانجي معاه وبيطلب منه نزاجي انه يكون المسؤول عن المشروع وبالاخص بعد ما كومانجي مات فرد عليه وزير الدفاع انه مش هيجي حد في ابداع كومانجي وان نزاجي هيفضل طول عمره رقم اتنين وان المهم انهم يخلصوا ابحاث كومانجي ولما بيمشوا بتسألوا المساعدة ليه هو مش واثق في نزاجي لكنه بيقولها انه مش فكرة واثق فيه ولا لأ هو عارف انه عالم ممتاز والدليل على كده انه صنعك لكنه ما عندوش رؤية وبيتفرج الصحفي مع ميتس واخوها اللي جابهم البيت عنده على نشرة الاخبار وبيقولوا في الاخبار انهم لقيوا آلة ضخمة جدا مرمية في البحر وبيسألها الصحفي ان الآلة دي كانت موجودة بارح وبتقترح ميتسو انهم يبلغوا الشرطة لكن بيقولها الصحفي ان في الحالات اللي زي دي ما ينفعش نسق في اي حد حتى الشرطة وبيقولها انه هيروح مشوار وبيطلب منهم انهم مايفتحوش لحد ولا يخرجه وميتسو مش بتسمع الكلام وبتخرج هي واخوها وبتحاول تبعت رسالة لحد يكون ثقة ليهم لكن بيعرفوا مكانها من التليفون بتاعها الى جانب الكاميرات اللي بتكون في الشارع وبيهجم عليهم ناس لابسة بدل من كل ناحية لكن بيظهر جيرو من تاني وبيهاجمهم كلهم لغاية ما بيرمي ميتسو في الهوى وبيمسك ما صارو اخوها وبينطي بيه على العربية اللي بتكون معدية من تحت الكوبري وبينقذهم كلهم مرة تانية وبتزعق ميتسو فيه وبتقوله هو مين وبيقول لها ان لو فاضل اي طاقة في جسمه هيدافي عنهم لغاية ما بطريته تبوز وبيبلغها ان هو نفس الروبوت اللي طوره كومانجي ابوها واوكل ليه مهمة حماية اولاده مهما كانت تمن وبيكون الصحفي راح لمتجر الكترونيات بتاع واحد صديقه وبيبلغ انه لأ القطع دي ولازم يشوف ايه اللي عليها لكن بيكون الصحفي غرضه الفلوس وبس ومش فاهم هي عليها ايه من البيانات وبيروح وزير الدفاع لرئيس الحكومة اللي بيعود اسأله هو ليه مهتم بالروبوتات بالشكل الكبير ده وبيقوله وزير الدفاع ان الروبوتات هتساعد مستقبل ليابان وهيحافظه على اليابان ضد اي حروب بعد كده لكن بيقوله رئيس الحكومة ان الروبوتات هتفضل روبوتات وان البشر هيفضلوا بشر وان الروبوتات المفروض ما تاخدش حايز الاهتمام ده ابدا وان الروبوتات بتخدم البشر مش العكس وبيدخل وزير الدفاع مركز العمليات وبيكون في قمة الغضب وبيقول ان بعد اللي بيعملوا ده بييجي واحد مش فاهم اهمية الروبوتات للبشرية يكلموا بالطريقة دي وبيقول الدكتور نزاجي انه هيكون المسؤول عن مشروع الروبوتات ومش بيصدق الدكتور نزاجي نفسه انه اخيرا بقى بروفيسير المشروع كله وجات اللحظة اللي بيتمنها وبينزل ناحية البدروم ناحية الروبوت اللي هو مصنعه بنفسه واللي حاطت فيه كل الامكانيات الشريرة بتاعته وبيقوله انه هيوصل انه هيحكم العالم حتى لو بالضمار بيفضل جيرو مع ميتسو وماثارو وبيقعد يلعب مع ماثارو وبتبص ميتسو عليهم وبتشوف اخوها فرحان ومبسوط بعد ما كان مش بيتعامل مع حد وبيقعدوا ياكلوا بالليل وبيقعدوا يحكوا عن الحاجات المحببة لكل واحد فيهم وبيقولوا الروبوت جيرو انه بيحب الموسيقى وبيكونوا كلهم متفاجئين بي بعدها بيتمشوا في الغابة وبتعجب ميتسو بوردة فبيطعها لها جيرو ويقدمها لها وبيقولها ان شكلها بيكون حلو لما بتضحك فبتشكره لكنها بتقوله انه مش لازم يعمل كده ويبوز البيئة وان الاشجار دي مش روبوتات زيه وفي الليل بيكونوا الروبوت بيعزف على الجيتار وبتظهر ميتسو بتحب انها تشكره على انه انقذهم وانه كمان خلى اخوها يضحك من اول وجديد وان وجوده فرق في حياتهم وبيبان هنا ان ميتسو ابتدت تعجن بجيرو لكن دايما بيكون العائق قدامها انها كل ما تفتكر انه قاله وبتقول ميتسو ليجيرو عن ذكرياتها مع ابوها اللي كان دايما مجتهد في الشغل ومش بيقعد معهم وبسببه هم كمان بقوا في المشكلة دي دلوقتي لكن بيطمنها الروبوت تاني وبيقولها ان الغاية ما جسمه يتوقف عن العمل هيفضل يدافع عنهم وبتفتكر في اللحظات دي الروبوت بتاعها اللي ابوها جابه لها وهي صغيرة وقال لها برضو نفس الجملة وبتسيبه وبتروح تنام والعلماء في المركز قدروا يحددوا موقع الروبوت من الامر الصناعي وبلاحظ جيرو انهم عرفوا مكانهم وبتصحى ميتسو اللي مش بتلاقي اخوها وبتقعد تنادي عليه وبتكون الفرقة العسكرية خطفوه لكن بيقابلوا جيرو اللي بيقعد يضربهم وبيمسك عسكري منهم وعلى وشك انه يموته لكن مش بيقدر لانه عنده مشاعر وبتضربه ماري وبتقوله انه هيفضل طول عمره آلة غير مكتملة علشان مش بيقدر يهاجم ويقتل وبيقولها ان وظيفة الروبوتات هي حماية البشر مش قتل البشر وتدمرهم وبتهاجمه ماري باستمراره بتغلبه في كل مرة وبتشوف ميتسو جيرو وهو بيتغلب وبتفتكر ذكريات الروبوت بتاعها وهي صغيرة لما اصحابها كسروا وبتخلع ماري ايت جيرو وكانت لسه هتقضى عليه لكن ميتسو قالت لها انهم هيجوا معها بس تسيب جيرو وما تموتوش وقبل ما تمشي ميتسو قالت لجيرو ان مهمته انتهت وشكرا على كل حاجة عملها علشانهم وبيفضل جيرو ماسك ايده وبيقع في الغابة لكن بيلاقي صاحب الدكتور كومانجي اللي كلمته ميتسو علشان ينقذهم وبيقول لجيرو انه كان شريك في الافكار مع الدكتور كومانجي لما كانوا بيصنعوه وانهم حطوا فيه كل الافكار الخيرة واخدوا الراجل ده وادى للراجل بتاع الالكترونيات علشان يصلحو وبيكون في مركز الابحاث بيفتحوا بطن مصارو علشان يحصلوا على الشريحة بالمشروع وبيروح الصحفي علشان يشوف جيرو وبيوضح للراجل صاحب المحل الموضوع كله وبيقولوا ان الشركة اللي بتنفذ مشروع الروبوتات بغرض انها تخدم البشر وكده ما كانش ده هدفها الاساسي والكلام ده كله تقال في الاعلام بغرض تغطية على هدفهم الاساسي وهو تجهيز جيش من الروبوتات للمشاركة في الحروب ووقتها لما عارف دكتور كومانجي بكل ده رفض يكمل في المشروع لانه حس ان ده يشكل خطر ويتعامل مع مين فراق خب باقي المعلومات في جسم ابنه وبترجع ميتسو لحياتها الطبيعية مرة تانية في الجامعة وبتكون مقررة انها هتسيب كل حاجة هنا وهتسافر امريكا لكنها بتكون سرحانة في جيرو ومش ناسياه وبتفتكر اللحظات اللي كانت معاه وبيكون جيرو بيبص عليها من بعيد وبيتابع تحركتها وبيروح نزاجي من كتر شره وبيعمل عملية وبيحول مخه بالكامل للروبوت علشان يكون متحكم بالكامل ويتخلص من العجز والعيب اللي كان في جسمه باستمرار واول حاجة عملها نزاجي هو انه رحل جيرو يعرض عليه انه ينضم معاه او انه يحربه فبيختار جيرو انه يحربه ويهزمه لانه مش هيتخلى عن مبدأ الدفاع عن البشر ابدا وبيتخنقهما الاثنين باستمرار لكن نزاجي بيكون قوته اكبر بكتير وبيهزم جيرو لكن بيقول نزاجي الجيرو انه آلة غير مكتملة وهنا ادرك جيرو انه قدامه ده مش آلة لكن هو انسان فبيقرر انه مش هيحربه لانه مش بيحارب البشر لكن بتيجي ماري ومعها الجنود علشان تقبض على نزاجي وتوصله للقاعدة مرة تانية وهنا بيزعق في وزير الدفاع وبيقوله ان العمله ده اختراق لكل القوانين وبكده هو ضيع كل مجهوده اللي عمله في المشروع لكن نزاجي بيكون تجنن وبقى الضمار والخراب جزء من طريق تفكيره وبيقوله انه مش مهتم ابدا باقي كلمة قالها وزعق في ماري وبيقولها كمان انها مجرد آلة هو صنعها وبيهاجم كل الناس اللي موجودين معاها وبيقتلهم كلهم وبيهرب وبيرجع مصارو لحالته القديمة انه بيقعد لوحده ومش بيتكلم مع حد ولا حتى مع اخته وبيروح يقولها انهم يروحوا ويشوفوا جيرو مدام موجود لكنها بترفض وبتقوله انه خلاص مهمته انتهت وانه اكيد مش زعلان لان الآلة مش بتزعل لكن مصارو مش بيصدق الكلام ده ومش بيكون مقتنع به اصلا وبيشوف جيرو عند الراجل بتاع الالكترونيات اخبار عن تدمير نزاجي للمباني والعربيات ومهاجمته لكل اللي بيعتر الطريقه وبيوضح له الراجل ان اللي بيقمع قوة جيرو هي دائرة الضمير اللي مزروعة جواه وانه لو شالها هيقدر يتفوق على نزاجي وبيختار جيرو انه يشيلها علشان يحمي كل قلب انسان موجود على الارض لكنه مش بينفذ الكلام ده دلوقتي وبيروح علشان يواجه نزاكي وتكون المعركة من آلة لآلة وبيروح مصاره للصحفي وبيطلب منه انه عاوز يشوف جيرو فبيوديه المحل لكنه بيلاقي راح علشان يواجه نزاجي وبتكون ميتسو خلصت اجراءات الصفر بتاعها عشان تروح امريكا لكن بيمنعها الصحفي واخوها وبيقولولها ان جيرو راح يقابل نزاجي وانه احتمال يموت للابد ومع ذلك رفضت تروح معاهم وكملت طريقها للصفر وهناك فتحت النوت بتاعتها لقت ورقة الشجر اللي ادهالها جيرو فطارت بسرعة علشان تلحق الصحفي واخوها قبل ما يمشوا وبيقرروا كلهم انهم ينقذوا جيرو من الموت وبيكون جيرو بيعزف الجيطار علشان يلفت نظر نزاجي واللي بيتنقشوا مرة تانية مع بعض حوالين احقية البشر في المساعدة مش في التدمير والخراب وبيتخانقوا هما الاتنين وبتيجي فرصة لجيرو انه يقتل نزاجي لكنه بيعجز زي كل مرة ومش بيقدر يضربوا بسبب دائرة الضمير المزروعة جواه فبيضربوا نزاجي وبيتحكم فيه وبيرميه وبيقابل ميتسو اللي بتقوله انه مش لازم يضحب حياته علشانهم وبتفتكر كلامه لما لها انها ممكن تعطله نهائي من مفتاح موجود في ظهره وبتحاول فعلا تعمل كده لكنه بيمنعها ويقول لها لازم تسيبه علشان يضحب كل حاجة علشانهم وكمان علشان يحمي البشر ويحمي كل قلب فقرر انه يخلع القلب اللي حطه فيه دكتور كومانجي وبيقدر نزاجي انه يتحكم في الاشارات الالكترونية بتاع الجيرو عن طريق الطاقة الكهرومغناطسية لكن بسرعة بيهجم عليه جيرو لانه بيكون اكتر عدوانية وبالاخص بعد ما شال القلب وبيتخانقوا هما الاثنين وبيكسب نزاجي مرة تانية وبيضربوا وبيحاول يتحكم فيه من تاني وبيكون جيرو عاجز انه يعمل اي حاجة لكنه بيقاوم مرة تانية وبيوجه ضربات لنزاجي وبيكون في اللحظات دي الصحفي بيصور الاحداث علشان يعمل سبق صحفي وبيقرر جيرو انه يضحب نفسه وبيرتبط بنزاجي وبتتولد اشارات كهربية شديدة وبيقول نزاجي لجيرو انه خلاص رمى قلب دكتور كومانجي لكن جيرو بيقول له انه غلط ودكتور كومانجي موجود جواه وانه رمى علشان ينقذ قلب كل واحد من البشر وبيحصل انفجار عظيم وبتنتظر ميتسو تشوف مين اللي جاي من وراء الغبار وبيكون جيرو اللي قدر يطلع سليم وبيقفل الصحفي الكاميرا لانه تأثر وراح علشان يساعد جيرو اللي بتكون كل طاقته خلصت وانطفى النور بتاعه تماما وبتكون ميتسو حزينة جدا وبتوعده انها تطلع زي ابوها علشان تقدر تصلحه في يوم من الايام ويرجع مرة تانية يحمي البشر ويساعدهم زي ما كان ابوها عايز ودي نهاية الفيلم وشكرا للمشاهدة